موسيقى هي أغاني توصف بأنها هابطة انتشرت بصورة كبيرة خلال العام الماضي صاحب بعضها ضجة ومحاكمات انتهت بسجن صناعها وهو ما حدث مع أغنية عند ظروف والله يخلق المجتمع كلها بقت سيئة فطبيعا أني انتج جي لعمل كده يعني وطبيعا أن الكلمات تبقى نفس كل ما بننزل بنمشي أكتر قدام في السنين كل ما الكلمات بتبقى عوحش وطبيعا أني رغاني هتبقى كده الموضوع بقى بزنس الشعب خلاص هو بيتفرج وبيحب الموضوع ده فبيحب خلاص تفرج على حاجة بذيئة وبالنسبة لي المنتج ولا المخرج ولا بيعمل حاجة زي كده بيدعمها بياخد فلوس لنحضار الأخلاق يعني إحنا لو ركزنا تلاقي الأفلام أصلا الموجودة مش الأغاني كلها بتتكلم عن المشاهد الإباحية الكلام اللي مش كويس فبتلقاء العرف فقلة التربية أو عدم التركيز على التربية والدين هو اللي وصلنا لكده العرض والطلب السوق عايز كده مستهدفين فئة معينة وهي فئة الشباب بيضغطوا على الناحية الحسية لدى الشباب ولكن قائمة الأغاني الهابطة تطول حتى تطال نجوم ومشاهير ومؤلف أغاني معروفين فلماذا يقدم هؤلاء مثل هذه النوعية من الأغاني التي تلعب على وطري إثارة الغرائز في تحقيق الشهرة ولفت الأنظار سبب انتشار الأغاني الهابطة من وجهة نظري رقم واحد أن العقلية المدبرة الإنتاجية الحقيقية وراء الأغنية النهاردة غايبة دور الدولة غايب عدد الموهوبين الحقيقيين مش مفتح لهم هذا المجال ولا قادرين يلاقوا المنافذ اللي بيقولوا منها إبداعهم نقطة كمان أن بعض المشاهد المسفة اللي نجحت وقدرت أنها نجاح وهمي نجاح لحظي قدرت أنها تلاقي مساحة عند الجمهور أغرت الكثير من الأصوات أنها تكرر التجربة ومع التأثير الكبير للسوشيال ميديا وسهولة البث لتلك الأغاني التي يتلقفها جمهور باحث عن الإثارة فإنها تحقق انتشارا أوسع في ظل غياب التشريعات والآليات التي تكبح جماح السيل المتضفق من الفن الموصوف بالهابط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر